أستاذ عزب نبدأ الأول بحصاد لسياستنا الخارجية من 30 ستة 2013 وحتى هذه اللحظة بأبرز المحطات اللي حضرتك تشوفها كانت إيه؟ يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل ومجلدات ومتسع من الوقت لكن هناك ملامح رئيسية في التحول في السياسة الخارجية المصرية تحولت من خندق إلى خندق إن صاح التعبير من حالة إلى حالة حالة التبعية التي كادت تكون كاملة للغرب ولأمريكا إلى حالة التنوع في العلاقات وفي الوقت نفسه المحافظة على العلاقات مع الغرب ومع أمريكا يعني بدأنا نفتح مصرات جديدة في العلاقات الدولية في القوى الكبرى جددنا علاقاتنا بروسيا جددنا علاقاتنا بالصين بأطراف مهمة في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى كانت لها بعض المواقف المتحفظة مثل ألمانيا وبريطانيا تجاه ما جرى في السياسين يونيو لكن تم وفق المنهجية المتأنية ووفق ما تم على الأرض من تحولات اقتناع هذه الدول بأن ما جرى هو تغيير سياسي لصالح الشعب المصري وصالح الدولة المصرية ومن ثم هذا التحول المهم في السياسة الخارجية الذي قام على مبدأ التنوع وعلى مبدأ الاستقلالية في القرار الوطني وعدم رهن قرارك الوطني بأي مواقف دولية وإقليمية في الزمن القديم قبل يناير ويونيو تحديدا كانت علاقاتنا بالغرب كانت تكون يعني وصفت بعض الأحيان أننا نحن كنز استراتيجي لإسرائيل والغرب كل قراراتنا تقريبا وسياساتنا الخارجية مرتبطة بالتوقعات الأمريكية في المنطقة مصر الآن تحولت من هذه الحالة التبعية الكاملة إلى حالة الاستقلالية التوازن في العلاقات البحث عن وهذا هو النقطة المهمة أيضا البحث عما يحقق مصالح المصرية في التنمية والاقتصاد والاسمار بمعنى أن الرئيسة التحسيسي والقيادة المصرية والدولموسية المصرية تطبق ما يسمى في الإدبات السياسية الدولموسية التنمية أي أن توظف كل علاقاتنا بالخارج لمصالح التنمى في مصر وأعتقد أو لا أعتقد ولكن هناك خناعة بأن ما جرى من زيارات من قبل القيادة المصرية لأطراف كثيرة في العالم يعني من أمريكا إلى الصين إلى إيطاليا إلى أوروبا إلى روسيا إلى غيرها من الأطراف المهمة كلها توظف باتجاه تحسين الحالة الاقتصادية المصرية استقطاب الاسمارات الأجنبية وأيضا العربية طبعا سنتكلم عنه فيما بعد ثم فتح المجال أمام المزيد من فرص العمل نتيجة التنوع في هذه العلاقات والاستفادة من خبرات الدول رأينا الآن مشروعات كبرى تساهم فيها دول مثل روسيا والصين وحتى أمريكا وأوروبا وفرنسا يكون هذه وبالتالي هذا التحول مهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية ترجمة نانسي قنقر